السلام عليكم انا اشرف فجلة مسلم ازياء المشهير انا بادئ من سنة التسعين وكانت بداية الشهرة معي عم الشعبان عبدالرحيم وهو اللي بسميني اسمي اشرف فجلة ودي حاجة انا بعتز بيه ورحمة الله عليه اتعاملت مع اسماء كتير يعني اتعاملت مع الستاذ سامير غانم والستاذ رحمة الله عليه والستاذ سعيد صالح رحمة الله عليه والستاذ زكريا طلعت زكريا والستاذ احمد عدوية طعم انت مع اسماء كتير يعني تقدر تقول كده الحمد لله رب العالمين مسك الجيلين بفضل الله القديم والجديد واخر حاجة من الشباب معي حاليا بفضل الله معي حمو بيك ده اخر حد من الشباب الجديد يعني بما انك ذكرت عم سامير غانم الله يرحمه الله يرحمه اتعاملت معاه ازاي وعملت له كم بدلة بالزبط انا عملت له حوالي من تمانية لعشرة وكان اول التعامل كان فيه موقف شهير انا بعتبر نفسي انا مديوم به ليه لانه كان حد جميل جدا على مستوى الشخصي بجانب الشغله انه اضحكنا كتير وبساطنا كتير لكن كان انسان جميل جدا فكان فيه موقف شهير اه كنت في يوم رايح اه المسرح مصرح اصليل مصرحية ديريومي فاصوليا فانا داخل المسرح راح لي شعبان فاتفجأت اوستاذ احمد ليبيار المونتك بيقول لي انت اشرف فجلة وانا بتعلم عايزك الاستاذ عايزك فانا بفتكر نفسي داخل اللي عمي شعبان فاخدني الاستاذ سامير طبعا كنت سعيد جدا قال لي شعبان جابك من ايه شعبان جابك ازاي ده انت اللي مغلق الدنيا دي وانت اللي عمله التغيير ده كله انا عايز اعمل بدلة فده كان اول تعامل عملتول اول بدلة فقال لي حسابك كم فانا قلتولي يا فانت خلاص خلاها دية مني لحادثك دي شارف لي ان اتعامل مع سيادتك يوعد مطقق لي لا قول لي حبيبي قول لي حسابك كم فانا قولت اخذ تمام للقماش فقط عشان اجمل اجمله واكسبه فانا قلتولي ستة ورص انا في ضميري ستمائة وخمسين جنيه فمشكورا ادياني ستة الاف فلوس فاخدت الفلوس وطلعت الفوق عند قضة عم شعبان فكنت مرتبك مش اجزب عليك فقلتول عم شعبان لأمر واحد تين تلاتة قال لي ماناك في ايه وقلتولي امر واحد تين تلاتة والناس دي بتشتري من بره كده فقال لي طيب ما قلتوليش ليه اه ما قلتوليش ليه قلتولي ما انا فاجئت والفلوس هيه قدامك وقال لي طيب خلاص اما يخلص العرض هننزل وتدينه فلوس واحنا لسه بنتكلم لقيته الاستاذ احمد لبياري جاي بيقول لي خد عشر طولي يا فندم قال لي انت شغل كويس وحد محترم وحد جميل بس انت اسعارك غالية فالاستاذ سامير ببعافش يفاصل فانت حاول ترايح السعر شوية طبعا ما بيكلمني على الاستاذ ان هو ينزل حاجة من الفلوس اللي انا اخدتها فالطولي يا فندم انا بقصد ستمائة وخمسين قال لي نعم طب خلاص قد طولي خلاص ايك يا فندم. قد طولي لا انت كانتضايح حقي خدني واطل عم مش عبان الفلوس فوق وخدني وانزل لتستاذ سامير قال لي بقول لي خلاص الناس دي اشغال عندي قد طوب ناس دي اشغال عندك انا غلبيان ومش شغال عندك وانت كانت ضايح حقي وانطلع عليش حاجة وواحش فرجل رح واخدني تحت باطه مشكورا وراح طالر لشاعبان قال لي الفلوس وخدني ونزل للصصيب الغالب كان مبسوط جدا جدا مني فقداني حسابي وقداني قد في جنيه زيادة وراح سجل في لبنان واتصل بي من لبنان عشان يقول لي انا كلمت عنها كويس وسجل للحلقة دي كانت اسعد مقالمة جاتني بحياتي لان انا كنت مش متخيل ان هو ممكن انا اجيب باله ان هو يتصل بي ويهتم ويقول لي حاجة زي دي وهو عارف انه هتفرحني قوي فدي حاجة انا كنت مديون بيها للرجل الطيب ده راح مطلع عليه فكنت لازم اطلع اقولها بعد وفاته قد دي يا رجل ده كان جامل جدا في تعامله في كل حاجة وكان رجل تشيكو احنان جدا راح مطلع عليه قلت ان انت عملت له 8 برضو حسابته بنفس ال تاني مرة قال لي عايز مجموعة بناطيف فراح مديني مبلغ عربون فعملت الحاجات اللي قال عليها وروح تودها له فقال لي حسابك كامل طول حسابك ادي كده فجل فراح مديني حسابي كامل فقال طول يا فندم انت مديني عربونه في الاول قال لي ده بتحس فطول طبعا انت عايز ان اتحرف ولا ايه وقعت ايه اضحك معاه قال لي لا انا مش حسابك على دول دول خلاص ليك انت وحسابك كامل لهو انت حد محترم وحد فوق اسموك كنت تبقى تجيني البيت اقشرة فقال طول يا فندم اجينك في اي وقت انت عايزه تحت امرك في اي وقت قد ايه كان راجل جميل في تعامله واتحس انه منك كده مش بتعامل بعنجاهية ولا بحجم نجوميته عملت معاه في الفترة بتاعت المسرح بتاع قصر النيل واخر التعاملات كانت في المسرح المسرحيه الاخيرة كان معاه مش عابان برضه وعم طلعت الله يرحمه يعني اخر التعامل كان سنة كامل؟ من حوالي ثلاث سنين يعني قبل وفاته اه كنت عمله اخر بدلة كان لبسها في المسرحيه الاخيرة عملت له ايه بدلة واخر حاجة بدلة برضه سودة فيها شغل فيها شغل هو بيحب يلبس النصياء اه كان معتها الزوء اختلف شوية عن التسعينات فكان قالك ايه بقى على البدلة دي؟ لا هو بص هو يحب يلبس الجديد هو دايما يحب يلبس الجديد لازم يبقى فيه بدلة مختلفة عن اللي عنده حتى لو فيها زرار مختلف لو فيها رسمة مختلفة غير كده هو مش يلبسها؟ الفناني الكبير احمد عدوية بقى اه لا يديره الصحة دي حد جميل جدا الاستاذ احمد عدوية لا يديره الصحة حد جميل جدا اه قال لي هتلبسني ايه بقى فعملت له بلتو وعملت له بست اه انبهر بيهم جدا حتى المدام اتصلت بيها وشكرتني قيت لي زوء الجميل يا أشرة وآه ثاني مرة عملت له بدلة فيها شغله برضه بسيط ما انتهينا لازم تشوف الشخص اللي قدامك ايه وضعه ايه وسنه ايه فلازم تعمل اللي يناسبه وما يبقاش ملفت على وضعه وسنه تفهمني؟ فلازم تديله لمسة بسيطة اللي بقى هتجمل الموضوع وتبقى مختلفة عن اللي في الدولاب عنده لان الاستاذ يعني لبس كل برندات العالم شايفين سور ليك برضه مع الفنان الراحل الكبير سعيد صالح؟ الله يرحمه كل حد جميل جدا 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 الله يرحمه عملت له حوالي برضه بتاع السيت بدل كل حد جميل جدا وتعملته حلو قوي بس سعيد صالح ما بيحبش الله يرحمه وما كانش بيحب الازياء وحاجات سادة بس انا جبته جبته برضه عملت له قميق ببدلة روس سياقة مشجر روس سياقة موجودة عندي هنا ايه في الصورة برضه خرجته من الكلاسيك برضه لصوص أشرف عباقي كان برضه في المصرحية بتاعت حلو كداب مع لصوص ساعد صالح وبرضه اتعاملت معه عملت له حاجة برضه كان بيحضر بها في المصرح كان بدلة روس سياقة سكاني كده كان بيحضر بها لعرض بتاعه برضه طب ايه اغرب بدلة او شغل في بدلة طلبه منك شخصي من اللي انت كلمت علي من فنيتكو برضه يعني من الحاجات الغريبة اللي كان راح مطلوع عليه عام شعبان كان يقولي ان عاز بدلة فيها كهرباء فيها فروع نور فكانت ديه من الحاجات الغريبة وفي نفس الوقت ده بيشغل دماغي ارخص بدلة عملتها الفنان كم بكام ارخص بدلة بلاش اغلى بدلة عشان ده موضوع بيحساش ارخص بدلة يعني ارخص بدلة اه ستمائة وخمسين جيل بتاع لصوص سمير لان باكل اه بس ده كان من كم سنة ستاشر من ستاشر سنة اه يعني زي دلوقتي بالموضوع دلوقتي تعمل لها كام هنا في نقطة اللي لازم تخبرك منها انت او اي حد ما يجو اقولي ان عاز بدلة في امكانات مثلا الف جنيه هعمل لك البدلة بالف جنيه جيب لك خمات تناسب الالف جنيه وبرضو انا يعني هكسب منها برضو اوكي لكن لما ديجي بيتلبس نجم مش هتروح تجيب له قماش رخيص هتجيب له قماش يناسبه عشان هو عنده حاجات غالية وبرندات فلازم اللي انت هتجيبه يناسب ده مش ما اقول هتجيب له قماش شعبي فانت لازم تجيب اغلى حاجة عشان شغلك يبان وعشان تلق به وعشان هو يحس بكماته فيه نجم من نجوم جابلك بدلة من عنده مش بتاعته بس بدلة قديمة عايز زيها عايز زيها وعايز يجدد فيها لا يجدد فيها لكن عايز زيها ده حاصل مع الصصة بيها يعني عايز زيها اه انت عندك موديل وقالك دي بدلة مين بقى اه بتاعته بس عجباه فعايز يجدد يجددها زي ما هي لان هي عجباه قلت له ايه بقى ايه طبعا اعمله تمام لازم انبسله ده قلت لنا بقى على حم وبيكا وان انت بدأت شغل مع حم وبيكا حم وبيكا اه ده اخر حد معايا من الشباب بتعمله ايه بقى بالزبط والله انا ما جيت اتعملت معاه الاول مرة قال لي هتلبسني ايه انا ما بلبسي وماش فالطوله انا عندي حلين اهمش يلبسك لبس مصرعين شراشيب وحركات يلبسك لبس مايكل جاكسون فقال لي لا جميل شغله مايكل جاكسون فبدأت ابعت له مضلاط لمايكل جاكسون انت قلت له هلبسك لبس مصرعين ولما قلت له مايكل جاكسون بقى قال لي جميل بدأت ابعت له صور ومضلاط مختلف قال لي جميل للحاجات دي انا عايز ده فبدأت بقى ان انا اتعامل معاه وعملت له عدد كويس انت فيه بدل دلوقتي موجودة ليه فيه اخر حاجة عندي لسه موضتهاش اه دي بتاع حمر ورهاننا كده هو بيحب الحاجات دي كده هو بيحب الحاجات اللي فقى اللقب وحركات دي يعني ده النص سياعة الجديد ده احدث حاجة نازلة وهي لسه برضو فيها بعد التشتبات اي دهبيات ديات هو اللي طالبها دهب كده لا هو ما يطلبش لكن انا بفكر ايه اللي ينسبه بس انت عارف ان هو مش هيرفض لا مش هيرفض احنا ارتفقنا ان انا بعمل حاجة اقالنا لازم اكون عجباني وانا راضي عنها فانا بش اعمل حاجة كده تجارب يعني انا عشان اطلع دي بقعد اعمل كزا حاجة عشان اوصل لحاجة في الاخر ورهاننا من جوا كده بقى دي بتتلبس على ايه بقى اه تشيرتات حمو بيلبس تشيرتات عطول فانت بص على كل لبسه هتلاقي فيه مفيش بط وهتلاقي فيه اختلاف وهتلاقي فيه زوق دي حاجة بقى فيه ملحوظة مثلا مثلا يعني على سبيل المثال بس بيقلت شعبان عبد الحديد مثلا على سبيل المثال انا اجيلك في النقطة دي مثلا لبس عم شعبان انا اشغلت مع عم شعبان مدى عشرين سنة كان بيتهاجم على لبسه والحاجات دي وبقى هو عامل نفسه في الحتة دي خلاص وكان بيتهاجم اغلى بدلة في العالم النهاردة بالشوز بتاع عم شعبان بدت عم شعبان قولا واحدا قولا واحدا وقت تصميمك البريدل فانو راحل شعبان عبد الحيم وغيره يعني بالصليات الغريبة دي كانوا بيهاجموك بيقولك ايه يعني اقصى العبارات اللي سمعتها اقصى العبارات ان يعني مثلا ان كان يقولك ده ترزي شعبان ده ترزي شعبان كانوا بيهاجموني اننا في وقت من وقت اننا ترزي شعبان خلاص كده وكان ده بيزع عني لان انت بتضيع تعري مين بقى كان نفسك برضو تتعامل معه وتفصلله بقى انا والله انا نفسي واتمنى اركب زرار في بل تعمل ديال وده لو حصل انا مش هشتغل في الصنعة تاني بقى خلاص كده انا في الحريمي ما بقبلش حريمي كنت بعمل حريمي في الاول اما دلوقتي ما بقاش عندي وقت اعمل حريمي فكل تركيزي راح في البدلة لكن انا فصلت حريمي من من فترة كبيرة كنت عامل بدلة الفنانة بدرية طلبة تمام لكن انا مستمرش في حريمي اصدرنا مفاش شرح يمورج بس بيكسب شغل الحريمي عمشة؟ فعلا بيكسب برافو عليك بيكسب اكتر من رجالي فعلا انت تتكلم صح ممكن فستاني يمسك لرقم ملحوظة بقى البدل الرجالي مفاش مكاسم ما بقى تكسب منها تكسب منها انما الحريمي ممكن تاخد في رقم حمو بيك بيلبس مقاس كاي؟ بيلبس ستين وستين ده ده مقاس عادي اه مقاس عادي يعني هو بشماليان حمو اكتر ما هي هو البطن بس يعني هي البطن بس اللي المشكلة عنده لكن هو متناسق جسمه كويس بس هي مشكلة البطن ودي بتبقى فنيات بقى من حد لحد انه يلبسك ازاي مرة قال لي بعد اول بدلتين عملهم قال لي اشرف ولبسهم وعملوا لاطة قال لي اشرف فيه براند عالمي اتصل بي وبعاتلي على الواطس مضلات زلنا لبستها فانا عايز فعايزين يتعاملوا معي ويلبسوني فخليك بقى كويس معايا وبتاع قطل بص بيك هم براند على راسي بس انا براند انا قصة هو هيديك بدلة من الستاند عنده من كذا مقاس من سري كامل مثلا هيديك بدلة وهيبيع الباقي على حسك بيقعد يفصل معاك بقى بص هو لحداك على حاجة يعني ممكن ده يحصل في البداية لكن بعد التعامل معاك وبيحس ان انت حد كويس وبشجشع وريب معاه فممكن يحن عليك ممكن يحن ويديني بزيارة يعني اقول له مثلا كذا يروح ميديني بزيارة يعني مثلا اللون ده مستنازل بيديد ده احدث لون في العالم خلاص؟ ممكن تخش براندات كبيرة عندنا ما تلاقيش اللون ده خلاص؟ ممكن انا عندي بامكانات المتواضع دي مسلا تلاقي عندي كل الجديد انت ممكن تدور على اللون ده ما تلاقيش فاهم حال تجي عندي تلاقي عندي الجديد او تجي تقولي على اللون او موديل اقولك عندي عارفه ده مسلا اللون ده مختارينه فريق مغني اسمه سلوسي دوداء المسرح فريق جديد يعني كويس فمختارين اللون ده طبعا تعبت عشان اجيبه بس جبت طبعا ما قلتلك هجيبه او هعمله خلاص فانت جاي عارف ان انت اسعب حاجة اللي مش هتلاقي برا بفضل اللي هتلاقيه عندي مثلا عندي البدا دي دي بتعراجي الاعمال شغلها كله اسود هو بس الراجل الاعمال بقى متدلع يعني او عايز يتدلع ده مهندس ده مهندس بطرول يعني بتعدي العشرة تلاف دي عم عشر لا يا راجل ده انا او بتعدي العشرة تلاف كل زمي دهوقتي بتقطع تيكت عشان تخش لي او الله على فكرة انا اسعاري عادية جدا 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 وفي نفس الوقت يعني هل هل الفنانين بيلجأوا لك علشان فكرة ان اسعارك عادية مقرنة بناس تانية ممكن بت فيه اللي ممكن يحسبك كده وفيه اللي يقولك الوقت ده هيديني اللي انا هجيبهم بره والشعف هجيبهم بره الوقت ده هيدوني في بعض الناس متخافة تتعامل معي من اسمي بس انا بيجي تعال معي بالقيله قريب جدا معا طب انا حد بعتلي عالفيس اول انبالح اما اشرف انا عايز اعمال البدلة بالفرحي وخايف اغيلك ولا امكانك ضعيفة اقسم بجلالة اللي اقسم بجلالة اللي ده حصل قلت له اختار البدلة اللي انت عايزها واللي تقدر تدفعه ادفعه هو خايف لكن انا اسعار بيتخوفش اقسمت بالله قلت له اللي تقدر عليه انت تدفعه واللي اختار البدلة انت عايزها وانا هعملها لك واللي انت تقدر عليه ادفعها فمش كل المكاسب اسم انت الناس دي مش بتفرق يعني النجوم دي على القصي بس مش بتفرق تفاهمني؟ ولكن انت ممكن اتعلم معاناك حد ما مثلا مكسبش منه ماديا قوي لكن انا اكسب علاقات من جنبه اكسب علاقات من جنبه تمام؟ فهما برضو اذكية عارف ان انت غاية هيعملك مصلحة او بتاع فما اللي دول اخد وزك مدهاش فيهم ناس ادو ساخينة وفيه ناس منهم حنيينة مقدرش انكر ده